في سابقة خطيرة وتحدي واضح لقرارات المجتمع الدولي ومخرجات مؤتمر برلين الذي لم يمضي عليه أيام باشر النظام التركي بإرسال بوارج وصفن تحمل آليات وجنودا أتراكا في خطوة تصعيدية تنظر بتفاقم الأزمة الليبية والإقليمية صور تداولها نشطاء ليبيون على وصائل التواصل الاجتماعي أظهرت وصول بارجتين تابعتين لبحرية النظام التركي ترافقهما سفينة شحن أنزلت جنودا أتراكا ودبابات وشحنات عسكرية لحكومة الوفاق الليبية رغم تعهد رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر برلين على عدم التدخل في الشأن الليبي الناشطون قالوا إن البارجتين التركيتين التي تحملان اسمي غازي عنتاب وقيديز وصلتا إلى ميناء طرابلوس حيث تكفلت كل من ميليشيا الردع والنواصل الليبيتين التابعتين لحكومة الوفاق بتأمين وصولهما إلى الميناء فضلا عن نقل العتاد والذخائر إلى قاعدة ميعتيقة الجوية وسط العاصمة الدعم التركي العلني هذه المرة لحكومة الوفاق جاء بعد اتفاق المشاركين في مؤتمر برلين والذي شاركت فيه 12 دولة على احترام قرار الأمم المتحدة بحظر نقل الأسلحة إلى ليبيا ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيريش لتشكيل لجنة عسكرية بين طرفين نزاع مؤلفة من عشرة مسؤولين عسكريين خمسة من كل طرف من أجل تعزيز وقف إطلاق النار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر